السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English أتقن إنجليزية معكم نور واليوم حضرت لكم مخادثة فيها العديد من المعلومات باللغة الإنجليزية أكيد 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 لح تتعلم شي جديد ومفيد بهذا الدرس إن شاء الله إذن لح نتعلم مثل عدة عابير Phrasal verbs وأيضا خبيت لكم شوية grammar يعني لح نتعلم بطريقة غير مباشرة القواعد باللغة الإنجليزية كمان لح نركز كيف إنه في بعض الأحيان إذا استعملنا كلمة بدلا من كلمة أخرى كيف بيتغير المعنى كليا إذن خلينا نبدأ لأنه الدرس طويل والمحالثة طويلة لكنها مفيدة جدا Let's get started طيب خلينا نقراها هل انتقلت من منزلك بعد؟ لا لم ننتقل بعد أو هل انتقلتم من منزلكم بعد؟ لا لم ننتقل بعد لكن لن يستغرق الأمر وقتا طويلة ماذا عنك؟ هل ما زلت تعيش في شقة فوق المطعم الهندي؟ نعم ولكن ليس لوقت طويل حقا كيف ذلك؟ لقد اشتريت منزلا بجوار الشاطئ حديثا لماذا لم تنتقل بعد؟ إنه ليس جاهزا لقد بدأت بتزيينه لكنه لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل قبل أن أتمكن من الانتقال إليه هل سبق لك أن قمت بتزيين منزل من قبل؟ أبدا لكنني بدأت أتعلم كيف أقوم بذلك إذن هاي لمحادثتنا خلينا نبدأ بأول سطر وهو هل انتقلت من منزلك بعد؟ أو هل انتقلتم؟ إذن إذا كان عنده عائلة هنقول هل انتقلتم أنتم؟ أنت وعائلتك من منزلك بعد هل انتقلتم؟ إذن باللغة الإنجليزية الانتقال من المنزل بالإنجليزية الأمريكية منقول move out وفينا نقول move out of the house الانتقال من المنزل أو إذا مثلا كان يسكن في شقة منقول move out of the apartment إذن الكلمة أو الفريز البرب الأول اللي احنا نتعلمه هو move out طيب انتبهولي كتير منيح بعد بعد باللغة الإنجليزية هي yet متل ما قلت لكم مع yet هنستعمل لpresent perfect tense إذا هذا أول فيديو لإلك معي لحط لك رابط لpresent perfect tense في صندوق الوصف تحت الفيديو إن شاء الله فيكن تشوفوه على راحتكم إذن لحنستعمل لpresent perfect tense وأكيد لأنه السؤال سوف نبدأ بhave إذن have ثم الضمير you طبعا you يمكن أن تكون للمفرد ولا الجمع هنا إذا عم نتحدث عن أنتم للجمع have you moved out of the house of your house of your apartment شو ما بدك بعد yet إذن ممكن نقول have you moved out of your house yet أو have you moved out yet مفهومة خاصة إن المحادثة على الانتقال خارج من المنزل إذن لا لا لم ننتقل بعد بعدنا عم نتحدث بالpresent perfect tense كمان لأن السؤال بالpresent perfect tense فالجواب على الأرجح لحيكون بالpresent perfect tense إذن no we haven't ممكن أن نقول we haven't moved out yet وفينا نقول لأنه مفهوم عن شوى منحكي عن الفعل اللي هم نحكي we haven't yet no we haven't yet لكن لن يستغرق الأمر وقتا طويلا أوكي but إذن لكن but it إذن يستغرق وقت طويل take long فينا نقول take long هيدا التعبير إذن بنقول لن يستغرق وقتا طويلا it won't take long إذن بالمستقبل will take long take long يعني يستغرق وقت طويل لن يستغرق وقتا طويلا it won't take long إذن won't here will not it won't take long ماذا عنك what about you ماذا عنك إذن what about you هل ما زلت تعيش في شقة فوق المطعم الهندي الهندي إذن هل ما زلت تعيش هنا مش لح نستعمل ل present perfect لأنه عم نتحدث عن شيء يحدث الآن يعني عم نسأل عن شيء يحدث الآن are you still living هل نستعمل ل present continuous إذن are you still living إذن إذا استعملنا ل present perfect tense نحن متل ما نتلكن ل present perfect tense نتحدث عن أحداث صارت في الماضي إذن هو فعليا زمن في الماضي لكن متل ما تلكن له علاقة في الحاضر إذن هنا لن نستعمل إذا قلنا have you lived يعني في الماضي إذن هنا الآن are you still living in the apartment above the Indian restaurant جيب معالا ما تستفعام إذن بالإنجليزية الأمريكية بيستعملوا apartment لكن بالإنجليزية البريطانية بيستعملوا كلمة flat خلينا نقراها no we haven't yet but it won't take long what about you ماذا عنك are you still living in the apartment أو بالبريطانية in the flat in the flat above the Indian restaurant إذن خلينا نشوف الجواب نعم ولكن ليس لوقت طويل yes but not for long إذن التعبير اللي حنتعلمه الآن but not for long يعني اللي نفهمه لن أظل في هذه الشقة لوقت طويل إذن not for long يعني لن يستغرق الأمر أو ليس لوقت طويل عفوا إذن ليس لوقت طويل not for long لن يستغرق الأمر وقتا طويلا it won't take long إذن هنا عم نستعمل long عم نتحدث عن الوقت إذن long يعني طويل طبعا ما منستعملها للأشخاص الأشخاص منقول tall وهون long عم نتحدث عن الوقت شايفين ما عم نقول long time لأنه مفهومة بالتعبير إنه it won't take long أو not for long مفهوم إنه عم نتحدث عن الوقت إذن نعم ولكن ليس لوقت طويل yes but not for long حقا really كيف ذلك إذن حقا really كيف ذلك how so أو how come إذن نستعمل how come لنستفسر عن شيء ما إنه كيف ولماذا إذن هيك يعني لما بدك تستفسر أكثر وتاخد معلومات أكثر بتقول how come كيف ذلك لقد اشتريتوا منزلا بجوار الشاطئ حديثا إذن عم نتحدث عن شيء حصل حديثا مثل ما قلت لكم حديثا معناته recently مع recently لحن نستعمل present perfect tense ملاحظة كتير مهمة إنه في بعض الأحيان لما تشوفوا كلمة مفتاح مثل recently مثلا أو still أو just أو already أنا عم أعلمكن إنه منستعملها ل زمن معين لكن هيدا ما بيعني إنه قد تلقوها بأزمنة أخرى فلح نتعلم أيضا بعد ما تعلمنا جميع الأزمنة إن شاء الله إن شاء الله لما نتعلم الأزمنة الأخرى لحق لكم إنه هيد الكلمة المفتاح مثلا نستعملها بهذا الزمن أيضا فلما لكم إنه في كلمة مفتاح نستعملها مع زمن معين هذا ما بيعني إنه فقط نستعملها حصرا مع هذا الزمن في بعض الأحيان كلمات بس نستعملها مع هذا الزمن لكن أيضا في كلمات أخرى بتلاقوها مع أزمنة أخرى إذن لقد اشتريتوا منزلا بجوار الشاطئ حديثا عم نتحدث عن شيء حصل حديثا لح نقول recently مع recently تعلمنا نستعمل لPresent Perfect Tense إذن I have bought أو I've I've bought bought إذن bought هو الماضي أو past participle لبعي I've bought منزلا a house بجوار الشاطئ فين نقول near the beach فين نقول أيضا by the beach حديثا recently أو I've recently bought a house by the beach إذن لماذا لم تنتقل بعد إذن بعد أيضا هنا بمعنى yet مع yet مثل ما تعلمنا نستعمل مع present perfect tense لماذا لم تنتقل بعد why لماذا why ثم الفعل المساعد have لأنه لأنه بالنفي لحنحط haven't why haven't you moved طيب هنا هل سنستعمل moved out فين نقول moved out لكن أيضا فين نقول moved in لماذا إذن نحن نتحدث الآن عن منزل الجديد بجانب الشاطئ فعم نسأله لماذا لم تنتقل إلى هذا المنزل بعد فين نقول لماذا لم تنتقل من منزلك لكن بما أنه عم نتحدث عن المنزل الجديد فالأفضل نستعمل أنه الانتقال إلى هذا المنزل الجديد يعني إذا عم تسأله لماذا لم تنتقل إلى هذا المنزل الجديد بعد إذن هنقول moved in هنا شايفين كيف بتغير المعنى لما نستعمل in بدلاً من out إذن out move out ينتقل من منزل قديم إلى منزل آخر جديد move in إذن you move out from your old house and you move in to your new house تنتقل من منزلك القديم إلى منزلك الجديد إذن why haven't you moved in yet إذن خليننا نعرى الجملة التانية إنه ليس جاهزاً نحن نتحدث عن شيء الآن حالة المنزل الآن لذلك سنستعمل present simple إذن إنه ليس جاهزاً it's not ready لقد بدأت بتزيينه إذن لاحظوا هنا نقول بدأت بتزيينه لكنه لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل قبل أن أتمكن من الانتقال إليه إذن لم نفهمه إنه بدأ في التزيين لكنه إلى الآن لم ينتهي إذن عملية أو فعل البدء بدأت في الماضي لكن ما يزال ما يزال الفعل جاري إلى الآن يعني إلى الحاضر ما يزال يزين المنزل لذلك سنستعمل present perfect tense إذن هاي دي المحارثة تقريباً كلها بال present perfect tense حبيت أعطيكن إياها لتتمرنوا على هدى الزمن وتصيروا تعرفوا متى أن أستعمل هذا الزمن بشكل أكثر بشكل محارثة إذن it's not ready I have أو الاختصار I've started تزيين decorating it لكنه لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل but it's still يعني ما يزال يعني still but it's still needs يحتاج إلى الكثير من العمل a lot of work قبل أن أتمكن من الانتقال إليه before before قبل I can move إليه in طب هوني لاحزون ليه استعملنا before وقلتلكون بدرج سابق إنه مع before لحن نستعمل زمن الماضي التام past perfect لكن مش كل مرة من لائه before كلمة before يعني لازم نستعمل زمن الماضي التام هنا هيدا العمل لم يحدث بعد moving in to the new house الانتقال إلى المنزل الجديد لم يحصل بعد حتى الفعل الأول لم ينتهي لما يكون في عنا بس حدثين بالماضي صاروا بالماضي وفعل حصل قبل الآخر ساعته ما before نستعمل the past perfect لكن مش كل مرة من لائه before معناتها لحن نستعمل the past perfect إذن it's not ready ليس جاهزا I've started decorating it but it still needs a lot of work before I can move in إذن هل سبق لك أن قمت بتزيين منزل من قبل نحن نسأل عن تجربة في حياة شخص ما هل سبق لك وفعلت شيئا ما دايما لما نسأل عن تجربة حياة شخص ما تجربة في حياة شخص ما أو لما بدنا نتحدث عن تجربة في حياتنا شو قلت لكم نستعمل زمن المضارع التام إذن هل سبق لك have you ever have you ever أن قمت بتزيين منزل من قبل have you ever decorated a house before إذن هل سبق لك أن قمت بتزيين منزل من قبل have you ever decorated a house before أبدا never وإذا بدنا نجاوب عليها بجملة كاملة فيها نقول I've never decorated a house before أيضا نحن نستعمل أو نجاوب بالpresent perfect إذن never لكنني بدأت أتعلم كيف أقوم بذلك يعني هنا عم نفهم أنه بدأ يحصل على المهارات لتزيين أو في تزيين منزل ما هو لم يكن يعرف لم يكن لديه أي مهارة في تزيين منزل لكنه بدأ يكتسب هذه المهارات بدأ يتعلم كيف يزين المنزل بشكل جيد بشكل صحيح إذن فيه تعبير باللغة الإنجليزية أو idiom منستعمله هو get the hang of لما يكون فيه شيء ما بعرفه مثلا عم بتعلم على برنامج جديد على اللابتوب على الكمبيوتر وما بعرف شيء عنه لكنني بدأت أتعلم بدأت أشعر وكأنني أعرف القليل أعرف كيف أستعمله قليلا فيه نقول I'm getting the hang of it I'm getting the hang of it هذا هو التعبير حبيت أعطيكم إذن no أو never but فيه نقول I'm getting the hang of it I'm already getting the hang of it شو ما بدكو إذن I'm getting أم نتحدث الآن يعني هذا الشيء أم يسير الآن I'm getting the hang of it هذه كانت محارثتنا خلينا نرجع نقراها إذن have you moved out yet مع yet عادة نستعمل لpresent perfect tense نحن نسأل إن حصل هذا شيء حديثا have you moved out yet no we haven't yet but it won't take long لكنه لن يستغرق الأمر وقتا طويلا what about you ماذا عنك are you still living in the apartment above the Indian restaurant أكيد مثل ما تلك بالإنجليزية البريطانية بيستعملوا flat بدلا من apartment yes but not for long نعم ولكن ليس دي وقت طويل really how come حقا يعني كيف جرع كيف ذلك نحن نستفسر أكثر عن السبب أو عن كيف حصل ذلك I've bought a house by the beach why haven't you moved in yet it's not ready I've started decorating it but it still needs a lot of work before I can move in have you ever decorated a house before never but I'm getting the hang of it أو فينا نقول but I'm starting to get the hang of it يعني بدأتوا أن أتعلم كيف أزين المنزل إذن I'm getting the hang of it أو I'm starting to get the hang of it إذن هذه كانت محادثتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى تكونوا حسيتوها مفيدة وتعلمتوا العديد من التعبير والphraseal verbs والقواعد من خلال هذه المحادثة كالعادة comment like share بتمنى لكم كل الخير وإذا حبيبت تعلم المزيد ماي بنصح تشاهد هذا الدرس هذا هذا الدرس لإليه وله يوصلك الدروسي أول بأول اضغط على هذه الدائرة عمول subscribe وفعل زر الجرس لهيوصلك الدروسي أول بأول وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم اشتركوا في القناة